أكد الرئيس عبدالفتاح أسيسي الحرص على التشاور المستمر مع مديرة الصندوق النقد الدولي كريستلينا جورجيفا انطلاقا من اهتمام مصر بدفع التعاون قضما بينها وبين الصندوق خاصة في ظل النهج الاستراتيجي لمصر لتحقيق التنمية المستدامة بكافة محاورها الاقتصادية والاجتماعية من خلال جذب المزيد من الاستثمارات وتشجيع القطاع الخاص بالإضافة إلى ما تمثله الشراكة مع الصندوق من توفير مناخ إيجابي لكافة المستثمرين وأسواق المال العالمية فيما يتعلق بآداء الاقتصاد المصرية جاء ذلك خلال تصال هاتفي انطلقه الرئيس السيسي من مدير عام صندوق النقد الدولي وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن جورجيفا أكدت سعي الصندوق نحو مواصلة تعزيز أطر التشاوري والتنسيق مع مصر لإبراز شراكتهم البناء أخذا في الاعتبار برنامج التعاون القائم بين الجانبين وأشهدت مديرة صندوق النقد بالجهود الحكومية المكثفة في هذا الإطار وما تم تحقيقه من مستهدفات اقتصادية وهيكلية في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي وما يظهره الاقتصاد المصري من قدرة على الصمود في وجه التداعيات السلبية للأزمات العالمية المتلاحقة